لا حصانا بعد اليوم لا حصانا بعد اليوم تاريخ طويل من الانتهاكات التي تطال اليمنيين ومعه تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب يسقط الضحايا المدنيون وتسقط فرص التعايش والسلام على الأفق يتراء مشروع قرارين على طاولة الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الأحداث الأخيرة في اليمن مشروع القرار الأول الذي تبنته هولندا يقضي بتشكيل لجنة أممية محايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من كافة أطراف الحرب في اليمن وآخر تقدمت به المجموعة العربية في المجلس يقترح تشكيل لجنة تحقيق محلية مساعي أممية وأخرى عربية تسعى لحماية المجتمع اليمني من الانتهاكات التي تطاله عبر التحقيق في الجرائم التي تحدث وتوثيقها والسعي لإدانة مرتكبيها ومحاكمتهم ولكن إلى أي مدى يمكن للتحقيقات أن تخدم الحقيقة وتنصف الضحايا خصوصا أن صفحات الحرب لم تطوى بعد ولا تزال الجراح حية وخطر ميليشيا الحوثي وصالح قائما فيما لا يزال طيران التحالف يشن غاراته على الأهداف التي تضعها الحكومة له العنف الذي أصبح لازمة يمنية منذ 2011 فشلت معه قرارات ومساع أممية عدة صدرت ضد أطراف ثبت تورطها في دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض العملية السياسية في اليمن تزايد ضحايا الحرب في اليمن مؤخرا منذ قررت جماعة الحوثية لجوء إلى العنف لتحقيق أهدافها السياسية هل ستفلح القرارات هذه المرة في تغيير النظرة حول فشلها الدائم في إدانة الجنى ومعاقبتهم نؤكد التقارير الدولية أن ميليشيا الحوثي وصالح انتهكت القانون الدولي الإنساني مرارا في الأحداث الأخيرة في اليمن عن طريق إطلاق الأسلحة عشوائيا ودون تمييز على مناطق مدنية مأهولة في اليمن وداخل الحدود الصعودية وزرع الألغام في المدن المأهولة والطرق بالإضافة إلى جريمة تجنيد الأطفال لحساب قواتهم تضيع الحقائق بين تغاضي أطراف الصراعات في البلد وكذلك لدى بعض الحقوقيين الذين أصبحوا ممثلي لأطراف الصراع لدى العالم ومعهم تضيع حقوق الأبرياء وأرواحهم التي تزهق كل يوم ولا سبيل لإنصاف الضحايا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة